استقبل وزير الخارجية والهجرة بادر عبدالعاطي لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة شريف الجبلي وذلك في إطار دعم تعاون مع اللجانة المختلفة بمجلس النواب وتبادل الرؤى حول الشؤون الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية عبدالعاطي أكد خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الأفريقية تشكل إحدى الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية واستعرض عبدالعاطي محددات الموقف المصرية من الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري وأمن واستقرار القارة وأهمها التطورات في السودان والقرن الأفريقية والسد الإتيوبية